مرحبا بكم في قناة دي دي سامدي وهو الخل وكيف يتعاملون معه في تربية الارانب ويعني اسمهما الامراض اللي ممكن ان الارانب ديالنا يتصابوا بها ويداويهم هاد الخل هاد الخل اللي هو رخيص التام كينبعد الصيدريات اللي كتمشي عندهم الصيدريات بيطارية وهذا الشي عند تجريبة سويلت واحد الصيد يعني نقوله خدام بتهوف واحد عند بيطاري وهضر لي علاء مني كتمشي عند البيطاري وكي يعطيك كتقوله مثلا عندي الارانب ديالي فيهم الكوكسيديا كوكسيديا هي لا دياري يعني كرشهم كتكون جارية عشانو كي يعطيك؟ كي يعطيك واحد القرعة يعني ما كيقولكش اسمه المحتوى ديالها منين كتتحلها كتلقى فيها ريحة الخل يعني منين كتشمها كتلقى فيها ريحة الخل منين احضر معي الصيد قل لي يا ارا هاداك غي خل عادي ما كيديروش فيه شي حاجة زيادة ولا والغيرين في الامر انهم كيبيعوه بعشر دلاهم لقرعة صغيرة يعني قرعة صغيرة كتبه بعشر دلاهم كيقولك ديرها ثلاثة المرات وفعلا ما كيبقاش عندك المشكيه هاد القرعة هادي يعني ذاك القرعة الصغيرة ممكن ان هاد القرعة هادي دير ربعة دلاهمونس ممكن تدير منها واحد احنا نقولوا واحد جوج ثلاثة اربعة تستديل القنينات صغار تخيلوا السفل القنينات صغار هو نفس المفعول اذا نهضروا على هدبا درنا على هده هده يعني الاختلاف الاتمينة نهضروا دبا على اشنو كيدير هاد الخل الكوكسيديا اسموه اشنا هي بالنسبة الارنب الصغار او حتى الكبار وهو مني كرشهم كتجرة كتولي انت ما قادرش هو الارنب ما قادرش يسيطر على كرشو وكيدعاف يعني كيولي ديك الفضلات دياله ماشي مكورين مكورين مكركبين بق يعني بوحد دائري بشكل دائري لا كتولي كرشو احلا يعني احنا منيك نشوفوا الكاج ديالنا التربية ديال الكيجان منيك تشوفوا في الميكة يعني تحت هاد الميكة هذي بحلاكة ما كتشوفوش الفضلات كما كتشوفوهم دابع انتوما كتشوفوا الفضلات يعني بشكل دائري لا كتلقوا هاد جي هاك سوداء اشنا هي سوداء يعني ارى فيهم لا دياري والاسم العلمي ديالها وهي الكوكسيديا طريقة ديال السيمان ديال هاد الخل سهلة وبسيطة يعني اقدروا معلقة ديال الخل معلقة حلقة كبيرة اللي كتستعملوا كتديروها مع ايطروا ديال الماء وهذا كيطروا ديال الماء كتفرقوا عليهم يعني في طاصة ديالهم او الناس اللي ديرين شرابات اللي ديرين حالة مهم انهم كيشربوا منهم كونهم متأكدين انها انها يعني شي حاجة خيالية يعني في البلاس كيوليو كرشهم مزيانة او القضية ديال واش هو علاج وغي وقايا انا كننصح به كوقايا في الحقيقة كنا نصح به كاوي قاية هذا الخل هذا في الحقيقة يكون عندكم في الصيدلية الصغيرة ديالكم يعني كما كيكون عندكم أدوية أخرى مثلا ديال تصمغ الأدون ولات الأدوية العادية اللي كتكون عندكم ديال الأرانب يكون عندكم ديماء الخل يكون عندكم بيكربونات السوديوم لحسب انتفاخات والخل ضروري أنكم ديال ما يكون عندكم محطوط في الصيدلية الصغيرة ديالكم الخاصة بالأرانب كيف أشغل نستعملوه كاوي قاية وهي تكون عندنا واحد المذكيرة وكاتبين فيها التاريخ يعني مثلا دلنا هذا الخل أرشيناه دلنا لهم يعني في يطروا ديال الماء وكبيناه لهم كاملين نقيدوا التاريخ ديال هاد النهار ونسلنا واحد خمستاشر يوم ونعودوا نفس العملية وبالتالي اسموه نكون ودرنا نكون ودرنا وقايا ماشي نخليوا تاي مرضو عاد نديروا لهم العلاج لا يكون عندنا واحد واحد نظام غادين بيه اشن هو هذا النظام؟ اننا نكبو هادك الخل وفوحد يطروا ديال الماء ونعطعوه لهم ونقيدوا هادك التاريخ ومنيني يوصل عليهم عوثاني خمستاشر يوم اخرى انه عوثانين عودوا لهم نفس العملية وهكذا دواليك على طول حيات ديالهم وكونوا متأكدين ان هذه رغدي تكون واحد الوقاية من نوع خاص ثمان رخيص يعني هاد القرعة ممكن ان ارى رغدي تضرب بزاف اعتسموه هي معي القادير للخل يعني في لمدة ثلث يام ما تديروا لهم ثلث يام معي القادير للخل في مدة ديال خمستاشر يوم يعني ارى شيء خيالي رغدي تضربكم بزاف رغدي تضربكم بزاف رغدي تضربكم بزاف وفي نفس الوقت ما تسنوش للمرضتي يكون عابش تديرونهم لا ديروها كاعلاج كاوقاية عفوا يكون كاوقاية الناس اللي اللي ضربوا لهم الالانب ديالهم صاف يخدموا الخل مزيان ولكن يصمروا عليه يبقوا ديما غادين على الخل راه شيء حاجة يعني جد جد فعالة ورخيصة في الثمن اذا اللي عجبته الحلقة ما تنسوناش في جير الجام تكيوا على زر جام نزلوا سبعكم التحت وتكيوا على زر جام باش تسندونا نزيدوا القدام ما فيها باسي لاحل الاختيار الاسوري وتكيوا على زر جام باش تسندوني ونقصف لكم فيديويات لمهمة بحال هذا الفيديو درع في فيديو هادية رعا مهم في تربيق الالانب الخل تكيوا على زر جام وتكيوا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة